اهلا ومرحبا منكم اعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي عندما كنا صغارا كان الكبار يرددون على أسماعنا قصص عديدة بينها قصة الطحان الذي يريد القمح والقمح يحتاج إلى دوران الطاحون يحتاج إلى الثور والثور عند الفلاح والفلاح يحتاج الماء والماء يحتاج وهكذا كانوا يريدون أن نفهم أن كل شيء في الحياة مرتبط مع بعض عندما تريد أن توفر شيئا عليك أن توفر كل الأشياء عندما تسعى إلى تحسين شيء عليك أن تحسن كل الأشياء أن تسعى لبناء كل الأشياء البناء لا يمكن أن يكون مزدهرا إلا إذا كان جماعيا وكان الكل مزدهر والكل ينهض سوية هذه هي فكرة القصة التي كان الكبار يرددونها على أذاننا دائما أذكر ذلك ونحن نتحدث اليوم عن معاناة العراقيين في كل مناح الحياة ومنها معاناتهم مع مياه الشرب هذه القضية تلوث مياه الشرب قضية خطيرة ومهمة وكبيرة 17 سنة وأهل العراق يشربون المياه الملوثة مع الأسف في كل سنة الإحصائيات لحد عام 2018 كانت تحدث عن وفاة 200 عراقي بسبب مياه الملوثة بمعنى 72 ألف عراقي وموتون سنويا بالمياه الملوثة غالبيتهم من الأطفال في البصرة سنويا حالات التسمم بالمياه تزيد عن 70 ألف حالة 70 إلى 90 ألف حالة سنويا تلوث بالمياه وباقي المحافظات نفس الشيء هذا كل يعودنا مرة أخرى إلى قضية الإهمال إلى قضية أن حياة المواطن العراقي لا تسوي شيئا في حسابات هذه السلطات التي جاءت هذه السلطة التي جاءت من عام 2003 لغاية اليوم بحكومات متتالية هي نفس الحكومات ونفس الوجوه نفس المنهج ونفس الإطار حقيقة عند السؤال عن أسباب هذا التلوث في المياه الشرب يتولى العديد من المسؤولين بالحكومة ومسؤولين عن الماء الصالح للشرب في العراق ويقولون أن السبب يعود إلى أن مشاريع تصفية المياه تأخذ المياه من الأنهر والأنهر ملوثة هذا يعودنا إلى نفس القصة القصة التي كانوا رددونها الكبار على أصمائنا الأنهر ملوثة بسبب رمي مخلفات المجاري فيها رمي المخلفات الصناعية فيها المخلفات الطبية فيها فهي أنهر ملوثة وخاصة دجلة أنهر ملوثة بشكل كبير جدا لذلك مشاريع تصفية المياه غير قادرة على أن تخلص هذه المياه من تلوثها والحقيقة وما دمنا نتحدث عن الأشياء مترابطة ما بعضها مثل ما قالت لنا القصة التي تحدثت عنها لكان الكبار رددوها على أصمائنا إذا مراد أهل العراق ما أنصافيا ملوثا فعليهم أولا ضمان أن تكون هناك شبكة مياه شبكة مياه شبكة أنابيب من المياه جديدة صالحة لنقل المياه غير متهرئة مثل ما هي الشبكة الحالية التي مضى عليها أكثر من عقدين وثلاثة ومن المفروض أن تبدل غالبيتها متهرئة متصدية تنقل الأمراض يجب تبديلها كاملة هذه الشبكة الناقلة هناك كقرباء مستمرة في العراق لكي تعمل المضخات هناك حفاظ على البيئة العراقية هناك حفاظ على المياه العراقية هناك ضوابط تمنع رمي النفايات في الأنهور هناك شبكة من التصفية من أرقى ما يمكن هناك شبكات المياه المجاري بعيدة عن مياه الشرب لا تعمل بطريقة علمية وطريقة حديثة وتصفي هذه المياه الثقيلة بعيدا عن مياه الشرب لا تندمج معها مثل ما هو حاصل في العراق لا يمكن دفع المياه إلى المواطن العراقي من غير فحصها وتأكد منها أقالية من الجراثيم والأوبئة والأمراض هذه كلها جزء يكمل جزء ولا يمكن فصل أي جزء عن الآخر لكي تتحدث عن مياه شرب نقية يعني بالأنهور ترمى مخلفات البازل مخلفات صناعية طبية مياه مجاري بعض المستشفيات منها مدينة الطبع كل المستشفيات التي تتقى على أنهور ومن ضمنها مدينة الطبع ترمي مخلفاتها الطبية وحتى الأعضاء المستأصلة مثل ما يقولون في نهر دجلة هذا يتحدثون جزء من عدوم أوقفت وزارة البيئة قبل فترة المحارقة الطبية فبدأوا يسربون كل مخلفاتهم الطبية إلى الأنهور بعض مصافي النفطية ومضمنها مصفة دورة يعني يدفع بمخلفات البترول مخلفات النفطية إلى الأنهور إضافة للمعامل والمبازل والقاء النفايات أيضا بشكل مباشر بالأنهور هذا يعني المشكلة تتعلق بالجفاف قلة المياه وهذا يجعل شبكات سحب المياه من الأنهور وعيفة غير قادرة تسحب شوائب كثيرة هذا يعيدنا مرة أخرى لماذا لم تبنوا السدود لماذا لم تحافظوا على المياه لماذا أهدرتم المياه لماذا تهدرون المياه بشكل كبير هذا كل سياسات الماء سياسات التعاون مع الدول الأخرى مع منابع الأنهور هذا كل جزء من سياسات الحكومة يعيدنا مرة أخرى إلى الخلل كبير في طبيعة عمل وتفكير الأحزاب والقوى التي تحكم العراق بالعملية السياسية ولا تراعي مصالح العراق توفير الكهرباء طبعا القدرة على تشغيل محطات التصفية هذا كل مرتبط مع بعضه العراق بعض يقول أن القضية لا تتعلق بزيادة أعداد السكان في العراق وكأن هذه القضية غير محسوبة ويجب أن لا تحسب لماذا لديكم وزارة تخطيط لماذا لديكم خطر تتحدثون عنها يجب أن تعرفوا زيادة السكانية كم وهناك أحياء عشوائية هناك أحياء تراد أن تخدم فبالتالي شبكة التوسع لا نستطيع توفير كل المياه لا نستطيع أن نلبي شبكة المياه بهذا الشكل هذه كلها أعبار تعيدنا مرة أخرى إلى نفس القصة أنت تحتاج إلى مياه نقية تحتاج إلى حكومة رشيدة إلى فكر رشيد إلى فكر وطني إلى قيادة حكيمة إلى طبقة سياسية تراعي المواطن تخدم المواطن أم المواطن هو الأم الأساسي تراعي مالها تراعي عرضها تراعي صحتها تراعي تعليمها تراعي كل شيء فيه هذه الخدمات تقدمه لها مجانا الوزارة البيئة تتحدث أن وزارة الكهرباء ترمي بمقدار 2.5 مليون متر مكعب من المخلفات في نهر دجلة أمانة بغداد ترمي 1.4 مليون متر مكعب في نهر دجلة وزارة الصحة يقولون ترمي 80 ألف متر مكعب من المخلفات في نهر دجلة وزارة النفط ترمي 23 ألف متر مكعب من المخلفات في نهر دجلة هذا كله يعيدنا مرة أخرى إلى الحديث أن توفير المياه استوجب تغيير الإطار السياسي مثلما تحدثنا في حلقة سابقة تريد كهرباء غير النظام السياسي تريد ماء صالح للشرب غير النظام السياسي هذا النظام السياسي هو البلاء هو العلة تقع في أصل النظام السياسي هذا النظام السياسي نظام محاصصي نظام يستولي على ثروات العراق لا يريد أن يخدم العراقيين هم العراقيين لا يساوي شيء أرواح العراقين دم العراقين أعراض العراقين كرامة العراقين استقلال العراق سيادة لا تساوي شيئا عندهم لذلك كل شيء عنده مباح وأهل العراق يشربون مياه الملوثة وأهل العراق يزداد في كل سنة يقدمون التضحيات الكبيرة بالمياه الملوثة وغير المياه الملوثة وتعددت الأسباب التي تقتل العراقيين مع الأسف إلى هنا تكون الحلقة قد انتهت ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم